أثرت جائحة كورونا على أسعار النفط وعلى القطاعات النفطية في دول المنطقة هذا إضافة إلى القطاعات غير النفطية مؤشر البي ام اي التابع لشركة اي اتش اس ماركت طبعا يقيس هذا القطاع القطاع غير النفطي لنسلط عليه الضوء وكيف كان الأداء خلال ديسمبر من عام 2020 مقارنة مع الشهر الذي سبقه نوفمبر 2020 طبعا الهدف من المؤشر كما ذكرت وظروف التشغيل في القطاع غير النفطي في الدول التي يقيس فيها مؤشر بي ام اي طبعا هناك العديد أو مؤشر المركب بشكل عام هو يعتمد بشكل رئيسي على الطلبات الجديدة وعلى الإنتاج والتوظيف هذا إضافة إلى موعد التسليم كذلك المخزون المشتريات مما يشير إلى حركة ومعدل دوران المخزون يشير إلى مدى الطلبات أو الطلب في السوق لأي قطاع تابع للقطاعات أو الاقتصاد غير النفطي في تلك الدول طبعا قراءة المؤشر هو يعتمد على مستوى الخمسين فوق الخمسين يعتبر إيجابي ولكن أدنى الخمسين نقطة هو يعتبر نوعا ما من الانكماش في الاقتصاد غير النفطي طبعا بالنسبة للمؤشرات بشكل عام نبدأ من المملكة العربية السعودية كان هناك ارتفاع من 54.7 إلى 57 وهي تعتبر أعلى قراءة في 13 شهرا طبعا أسباب التحسن تأتي زيادة الانتاج بأسرع وطيرة في 12 شهرا ونمو المبيعات من خلال الطلبات المحلية وليست الصادرات التي نوعا ما جاءت ضعيفة إذا ما قرنت بالطلبات المحلية داخل المملكة العربية السعودية ولكن معدلات التوظيف بلا شك ولحد من التكاليف التشغلية للشركات العاملة في القطاع غير النفطي يتتبع أسلوب نوعا ما تقليل الوظائف لديها أو العمالة لديها بطبيعة الحال نذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أيضا يشكل جزء لا يستهام به في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام لدولة الإمارات نوعا ما أيضا كان هناك تحسن من 49.5 إلى 51.2 وأيضا يعتبر أعلى معدل في 16 شهرا طبعا إنتاج القطاع الخاصة كان هناك نمو في المبيعات والطلب على الصادرات كأقوى معدل في 15 شهرا وثاني أسرع زيادة في النشاط غير النفطي منذ سبتمبر من عام 2019 ولكن مرة أخرى بالنسبة للوظائف تستمر في الانخفاض طوال عام 2020 وذلك لما شهدته هذه القطاعات من تخفيض في عدد العمل لعدة أسباب وعدة عوامل فيما يتعلق بالعمل من المنزل هذا إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغلية والضغوط عليها بسبب جائحة كورونا ماذا عن مصر؟ طبعا مصر خالف هذا التوجه بالنسبة للإمارات والسعودية وشهد انخفاضا قراءة مواشرة بيماي في ديسمبر 2020 من 50.9 إلى 48.2% طبعا هو أول تراجع له بعد ثلاثة أشهر من التحسن أسباب التراجع الرئيسية تأتي أو تتمثل بانخفاض في الأعمال والمبيعات بسبب ارتفاع إصابات كورونا كان هناك تركيز على هذا الموضوع في مصر وأقوى زيادة في المخزون منذ منتصف 2012 وكما شرت هذه زيادة تدل على العمليات التشغلية ومعدل الدوران معدل التوظيف أقوى انخفاض في التوظيف منذ أغسطس ماذا يتحدث عن المستوى التفاعل التجاري بالنسبة للشركات العاملة في القطاع غير النفطي المملكة العربية السعودية ارتفاع الثقة بسبب تحسن الاقتصاد العالمي أما فيما يتعلق بالإمارات أيضا توقعت بثبات النشاط التجاري في 2021 مع انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن مصر نوعا ما هناك آمال والتفاعل حول فاعلية لقاحات كوفيد-19 بالنسبة لعام 2021 وما سوف ينتج عنه من انتعاش وتحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة